أيضاً يعني في ال... يعني وإحنا بنتحدث عن الأزمات في القرى الأوروبية ولكن خلونا نروح لبريطانيا بريطانيا ما بعد البريكزيت بتشهد حكومة رابعة النهاردة أعلن حزب المحافظين فوز ليز تراس وزيرة الخارجية في حكومة بوريس جونسون المستقيلة بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء ب57% من أصوات أعضاء الحزب ده خلثاً لجونسون اللي تقدم باستقلته بالتالي هي بتصبح أيضاً ليز تراس بجانب ندي رابع حكومة بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بتصبح أيضاً ثالث امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ بريطانيا رئيسة الوزراء الجديدة بتستلم المهام في وقت بتواجه في بريطانيا أزمة شديدة في تكاليف المعيشة انترابات عملية وصلت نسبة التضخم لأعلى مستوياتها من 40 سنة بتتقدم كمان تراس بمجموعة من الوعود وخطة قوية لخفض الضرائب وتحقيق نمو الاقتصاد خلونا نروح للندن أيضاً عبر تطبيق زوم مع دكتور كايد عمر المحلل السياسي دكتور كايد أهلاً بحضرتك أهلاً فيكي وشكراً على هذه الاستضافة أهلاً بحضرتك ويعني هل كان متوقع فوز ليز تراس في النهاردة؟ نعم كافة أو معظم استطلاعات الرأي التي أجريت بالفترة الأخيرة في بريطانيا كانت ترجح بفوز ليز تراس بـ 22 نقطة وكانت تتوقع بأنها ستتغلب على ريشي سوناك وزير الخزانة السابق في حكومة بوريس جونسون وطبعاً كانت النتيجة اليوم كما أعلنت هي تمام الساعة الثاني عشر والنصف كما كان متوقع هي أعلنت بأنها هي الفائزة ولقد فازت عليه بأكثر من 20 ألف صوت وبنسبة 57% من أصوات أعضاء حزب المحافظين البارغ عددهم 172 ألف عضو في كافة أنحاء بريطانيا وطبعاً هي كانت وزيرة الخارجية في حكومة بوريس جونسون وما زالت وهو يتوقع بأن يستقيل بوريس جونسون اليوم من رئاسة الوزراء وستقابل هي الملكة إليزابيث غداً في إسكتلندا في مكان إقامتها الحالي وسيتم تعيينها رئيسة للوزراء طيب دكتور كيد هل ستكون سياسة الحكومة سياسة مختلفة عن سياسة حكومة جونسون ولا ستستمر في نفس السياسات؟ لا تستطيع أن تستمر بنفس السياسة كون أن بريطانيا ومنذ سنين طويلة تعاني من أزمات اقتصادية مختلفة بدأت بالكساد الاقتصادي وتبع ذلك أزمة الاقتصاد الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة الاقتصادية التي ارتبطت بجائحة كورونا والآن الأزمة الاقتصادية المتعلقة بالحرب ما بين أوكرانيا وروسيا وتبعت ذلك الاقتصادية على أوروبا المتحالفة مع أوكرانيا وطبعاً بما يشمل بريطانيا وطبعاً الاقتصاد البريطاني هو الآن يتدهور ويتراجع هناك تضخم بأكثر من 11% وارتفاع في نسبة الفائدة من البنوك وأيضاً هي من السياسات التي عرضتها هي تخفيض الضرائب وطبعاً يحتاج ذلك إلى المال والخزينة قد تكبد خسائر كبيرة نتيجة خفض الضرائب ونتيجة المشاكل الاقتصادية الأخرى ومنها سيكون هناك من الصعب على الشباب يعني أن يأخذوا كروض من البنوك بسبب الفائدة العالية وطبعاً ذلك سيؤثر على سوق العقارات وبناء البيوت وشراء البيوت وأيضاً يعني إذن رئيسة الوزراء الجديدة ليست روس أمامها تحديات كبيرة وحضرتك بتؤكد أنه من المتوقع أنه يكون فيه خطة مختلفة عن خطة حكومة بوريس جونسون أنا يعني بعتذر حضرتك عن ضيق الوقت ولكن أكيد هنتابع هذا الموضوع وما يعني يتبعه من تطورات في الأيام القادمة أشكر حضرتك دكتور كايد عمر المحلل السياسي من لندن عبر تطبيق زوم دي